توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى 7.1% خلال العام الجاري وتوقع تقرير حديث أصدره الصندوق نهاية الأسبوع الماضي انخفاض عجز المالية العامة بشكل كبير خلال السنوات المقبلة ورغم ذلك قال الصندوق في بيان له بعد اختتام المشاورات الثنائية مع السعودية وهي المشاورات التي يجريها الصندوق مع الدول الأعضاء بشكل سنوي قال إن النمو الكلية لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة سيقترب من الصفر مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق أوبك لخفض مستويات انتاج النفط في محاولة للحد من وفرة المعروض في السوق ودعم الأسعار كما رأى خبراء الصندوق أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع على مدار العام المقبل بسبب تطبيق الضريبة الانتقائية والمزيد من الإصلاحات لدعم الأسعار في قطاع الطاقة واستحداث ضريبة القيمة المضافة في الأشهر الأولى من العام المقبل معنا لمزيد من التوضيح بشأن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي معنا من القاهرة هاتفيا الأستاذ محمد أبو باشا محل الأول لاقتصاد الكلي المجموعة المالية هرمس أهلا بك أستاذ محمد إلى هذه النشرة بداية ما هو تعليقك على هذا التقرير يعني نمو القطاع غير النفطي وانخفاض النمو الكلي وربما يصل إلى الصفر يعني خلال السنوات المقبلة أهلا وسأل هو التقرير يعني جي بشكل عام متوازن طبعا المملكة العربية السعودية تقضادها بيشهد بعض التباطؤ في النمو في السانتين الأخرتين منها الانتفاضة اللي احنا شايفين طبعا كبير في أسعار الفترون متنمت نصف 2014 بالإضافة إلى بعض أو كثير من الأصلحات اللي الحكومة السعودية بتقومها وتخفيض النفقات للتعامل مع الانتفاضة الكبير في أسعار النفط فشايفين يعني السنة دي فيه تحسن شوية في معدلات النمو بالنسبة للقطاع الغير نفطي بس طبعا زي ما حكي تفضلتك من قد ما قلتني انهو مع الالتزام بالخطوات التي اتخذتها أوبك عشان تحاول انها ترفع الأسعار الفترون وتحاول شوية تواز الفترون طبعا هيحصل انخفاض في وده احنا شايفين وده من الأول السنة في انخفاض في الانتاج المملكة العربية السعودية وشأنها شأن تقريبا جميع دول في هذه المنظمة صحيح في انخفاض في الانتاج وبالتالي ده طبعا بيأثر على معدلات النمو للاقتصاد ككل بس طبعا بيظل يعني النمو في الانتاج في القطاع الغير النفطي هو اللي طبعا بيعلي العين لابي يمثل يعني نشاط العام بتاع الاقتصاد للدولة بس مستبعدا بس حفل النفط نعم لكن هل هو القطاع النفطي يعني يا أستاذ محمد بيلعب كل هذا الدور وهو المسؤول عن كان النمو الكلي للمملكة العربية السعودية ثم ان قرار خفض منظمة أوبك لمستوى انتاج البترول سيستمر الى متى ايضا طبعا لان يعني زي ما هيك زي برضو بقيت اغلب بقيت أوبك النفط دي العبور كبير طبعا في الاختراض هذه الدول يعني في المملكة يمكن النفط يمشل حوالي من 35 إلى 40 في المنية أو 35 في المنية حسب يعني مستوى الاسعار من الاقتصاد ككل طبعا النمو في القطاع ده بيشكل يعني دافع كبير لي معدلات النمو بقيت القطاعات الاقتصادية عامتا بالنسبة للانتفاق بتاع أوبك بالمفروض ان ما تم الانتفاق عليها وتمديد الانتفاق لمدة 6 شهور أخرى وبالتالي لحد نهاية 2017 ولكن اظن ان هو برضو احنا مرشحين يمكن يعني للاستمر يعني دخول في 2018 رغم ان لسه ما فيش حاجة رسميا اعلانات ايضا هل متوقع بالفعل زيادة التضخم في ظل ما يسمى بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية كما ذكر التقرير؟ بالضبط احنا متوقعين وبرضو لان احنا الثانة اللي فاتت شفنا زيادة كثيرة في معدلات النمو بضخم انخفض السنة دي بظل غياب باصلحات كثيرة بدنا شفنا الشهر اللي فاتت حصل الضريبة الانتقائية على السبخ وبعض المشروبات الغازية والسكرية ومشابه حيبقى فيه برضو كان فيه زيادة السنة دي اه لو شهر اللي احنا فيه شهر يوليو زيادة فيه كبعض الضرائب والرسوم على الواياف الدين زي برضو من تقرير مصادر حيبقى فيه زيادة او تحديث بقى ويعني تقريب توقيع المضافة مع البداية العام القادم وقابليها برضو فيه زيادة مفروض مرتقبة فيه اسعار الالطاقة والكهرباء طبعا كل دي ده من ضمن البرنامج الاصباح الاقتصادي للمنبكة وبس طبعا هي كلها اجراءات اكيد انها بتأثر على مستويات الاسعار يعني احنا متوقعين بداية من النص التاني من السنة دي نحن نشوف زيادة في الاسعار وتكمل برضو في عام 2018 نعم بشكرك شكرا جزيلا كنت معنا عبر الهاتف الاستاذ محمد ابو باشا محلل اول لاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هارمس شكرا جزيلا لك